للمتابعة والتحليل ينضم علينا من تونس الخبير الأمنية العميد مختار بن نصر سيادة العميد أولا ما هي رسائل المتورطين أو المجموعات الإرهابية من هذا الهجوم؟ هذه المجموعات الإرهابية تقوم بهذه العملية بعد مدة طويلة من تراجعها ومن السيطرة عليها بشفة واضحة كما نسميها فترة من الخمول كانوا فيها نعم نعم هم كانوا في فترة من الخمول لكن أيضا بفضل التضييقات الكبيرة والملاحقات الشديدة التي نفذها الجيش والأمن ضد هذه العناصر حيث تم القضاء على قياداتهم انكفأوا في الجبال ليس لهم من اللوجستيك وفي الشهر الفارط رأينا أنهم تحركوا وحتى اعتدوا على أحد المواطنين وعذبوه لدرجة أنه أيضا استشهد وبالتالي هذه العناصر ما زالت تتمركز في بعض الجبال وما زالت تريد أن تقول أنها موجودة وأنها قادرة وأنها فاعلة أما أن هناك خروقات أمنية ربما استغلها هؤلاء المتورطون في العمل الإجرامي أو الإرهابي وليه هذا ما تدولته بعض وسائل الإعلام اليوم في تونس وهذا يعود بالأساس للتجذبات السياسية الموجودة وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن الواقع لأنه تغيير وزير أو تغيير بعض الإطارات الأمنية بفضل للنقل أو لوظائف جديدة أو نرتبط بعض الترقيات بالطبع هناك وظائف جديدة وهناك نقل وهناك شغورات كانت حاصلة في السابق فتم نقلة أفراد إليها وتعينهم كل هذا يعني يأتي في سياقات طبيعية جدا ولا يمكن لأجهزة أمنية أو أجهزة الحرص الوطني التي هي منضبطة وتشتغل حسب القانون وبعمل مؤسساتي ومحايدة سياسيا أن ترتبك أو أن يتم ربما تأثير مثل هذه أن يقل عليها طيب لكن شهدت العميد كما ورد في التقرير منذ قليل يعني هذه منطقة على الحدود منطقة واعرة لا إشارة فيها حتى لإبلاغ الشرطة بأي مجرية أمور تحدث في هذه المناطق وكونها على الحدود مع الجزائر هل يعني هذا أن المتورد في هذا العمل يستطيع الدخول أو الخروج من الحدود الجزائرية التونسية أم ماذا؟ هي المنطقة هذه منطقة صعبة جدا منطقة جبلية منطقة فيها العديد من الكهوف والأودية والأشجار هي تقريب 100 كم مربع وصعبة جدا ومنذ فترة طويلة والجيش والأمن يتعاطى مع هذه العناصر في هذه الأماكن بالطبع هناك تسلولات تقع في الانتجاهين نظرا لكثافة الأشجار والغابات والأودية وهناك تنسيق كبير مع الجانب الجزائري على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري وحتى على المستوى السياسي لكي يتم تقفي أثر هذه العناصر وكم من مرة يتم التنسيق لكي يتم التصدي سواء كان من الجهة التونسية أو من الجهة الجزائرية لمثل هذه العناصر في الفترات الأخيرة تم استقدام بعض العناصر الجزائرية لكي يتم واحد الصفوف لكن أيضا تم القضاء عليها من طرف الجيش شكرا جزيلا ضيف هيمان تونس الخبير الأمني سيدة العميد مختار بن نصر أشكرك على ما تفضلت به شكرا جزيلا